بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بحضرتكم جميعا أحداث متسارعة خلال الأسبوع الحالي أسبوع الجاري بيشهد دراما سياسية دراما عسكرية دراما تفاوضية بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني ممثلا في حركة حماس مصر بتقود هذه المفاوضات بشكل غير مسبوق من حيث الدقة المثابرة الصبر الحكمة حتى لا نتوه وسط التفاصيل علينا التركيز على العنوين الكبيرة التالية يوم السبت الماضي كان هناك جولة من جولات المفاوضات بيقودها المفاوض المصري من خلال رؤيته الورقة مصرية تستطيع من خلالها مصر إنقاذ الموقف المتأزم داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة يوم السبت الماضي حضر إلى القاهرة كل الوفود وكان الأمريكان مع القطريين أيضا الأمريكان بيمثلوا الإسرائيليين بشكل واضح يوم السبت الماضي يوم الحد غادرت الوفود وتم الإعلان عن العودة مرة أخرى يوم الثلاثاء النهاردة في هذه الأثناء حدث هجوم من حماس على معبر كرم أبو سالم وكان هناك قتلى وإصابات في هذه الأثناء كانت الأصوات وكانت التعليقات الإعلامية إن حماس تريد تفخيخ المفاوضات وتريد إيقاف التقدم الملحوظ في المفاوضات دي كانت إفادات إعلامية يوم الأحد يبقى السياق يوم السبت الموجودون في القاهرة في مفاوضات ماراثونية مفاوضات أطلقت عليها كل الدوريات وكل المراقبين مفاوضات الرمق الأخير يوم الأحد غادرت الوفود وفي نفس اليوم حدث الاعتداء على معبر كرم أبو سالم في شمال قطاع غزة على الحدود مع دولة الكيان الإسرائيلي المحتلل راضي الفلسطينية يوم الاثنين لواء أمس كانت المفاجأة المدوية اتصال من إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس باللواء عباس كامل وزير المخابرات المصرية بيختروا إن حركة حماس قد وافقت على المقترحات المصرية في الورقة المصرية اللي بتمثل جوهر المفاوضات خلال المرحلة الحالية والأسابيع القليلة الماضية إسماعيل هنية أيضا اتصل برئيس زراء قطر وأبلغه موافقة الحركة والجانب المصري والقطري اللي اتنين تواصلوا مع بعض واخترت الإدارة الأمريكية بموافقة حركة حماس دا كان أمس في واحدة من المفاجآت التي دفعت أهالي غزة إلى الخروج في كارنفالات احتفالية سعداء بفكرة التوصل أو بارقة أمل لوقف إطلاق النهر هنا القاهرة كانت بتعلن أن جميع الأطراف مطالبين بسرعة العودة للقاهرة خلال ساعات لإتمام هذا الاتفاق القاهرة ورئيس مصر رئيس عبد الفتاح السيسي أمس كتب بيحض كافة الأطراف ويحض في كافة الأطراف إلى التقاط واغتنام الفرصة التي سنحت بهذا التقدم النوعي في المفاوضات وزي ما حدثت شايفين قال تابعوا عن كثب التطورات الإيجابية التي تمر بها المفاوضات الحالية للتوصل لهدنة شاملة في قطاع غزة أدعو كل الأطراف لبدل المزيد من الجهد للوصول إلى اتفاق يؤدي إلى إنهاء المأساة الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني وإتمام استبدال الرهائن والسجناء ده كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس أنه بمجرد بمجرد ما الأطراف أظهرت لين وأعلنت حركة حماس الموافقة على الورقة المصرية والشروط الموضوعة الرئيس حث كل الأطراف إلى اغتنام الفرصة للوصول إلى اتفاق هدنة تؤدي في النهاية إلى وقف شلال الدم المتفجر في الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة ده كان أمس فجر اليوم فجر الثلاثاء قامت إسرائيل بعملية مجنونة غير محسوبة من وجهة نظر البعض ومحسوبة من وجهة نظر البعض الآخر عملية عشوائية من وجهة نظر البعض وعملية مخططة من وجهة نظر البعض الآخر عملية تمثل قمة الحماقة السياسية من وجهة نظر البعض وعملية تمثل قمة البرجماتية السياسية من وجهة نظر البعض الآخر صورة اللي حضراتكم شايفين هدي منتشرة وموجودة على كل المواقع بتقول إنه إسرائيل قامت بعملية نوعية عملية نوعية بنقسين محدودة في رفح الفلسطينية على بعد أمطار من الحدود المصرية إسرائيل وهي تقوم بهذا العمل هناك احتمالات واحد أرادت إسرائيل أن تفخخ الاتفاق وأرادت إسرائيل أن تمزق الورقة المصرية في النزع الأخير بعد أن وافقت حماس أرادت إسرائيل أن تفخخ المشهد اتنين أرادت إسرائيل وفقا لبعض التحليلات أن تحفظ ما وجهها أمام المواطن الإسرائيلي في الداخل من خلال عملية نوعية محدودة غير مؤثرة على غرار ما جرى بينها وبين إيران يعني إسرائيل عايزة تعمل عملية حفظ ما الوجه قبل أن يكون هناك توقيع على الورقة المصرية ثلاثة أرادت إسرائيل أن تربك المشهد للحصول على تحسينات في الجولة الحالية من المفاوضات يبقى إسرائيل ما قامت به ليلة أمس من اعتداء صارخ اعتداء صارخ غير مقبول غير مقبول لمقبول سياسيا ولمقبول عسكريا ولا مقبول استراتيجيا ولا مقبول أيضا من وجهة نظر كل الدول الراعية للاتفاقات الجارية إسرائيل بتحاول تربك المشهد هناك أيضا من يقول بأنه إسرائيل أرادت استفزاز مصر